نهر دجلة لا يزهق روح العراقيين لكنه الإهمال كما حصل في عبارة الموصل وراح ضحيته العشرات وعلى نهر دجلة مجددا قد تعود فاجعة عبارة الموصل لكن هذه المرة في الجنوب وتحديدا في شمال البصرة بعد أن التقط رجل بصري مقطع فيديو يظهر تآكل جسر هيرات الحديدي في القرنة تقريبا سناز أكثر من 11 سنتيم يثير مقطع الفيديو غضب المواطنين إذ يكشف عن تآكل ست ركائز رئيسية يستند عليها الجسر أمام وعود لم تتحقق وكأن الروح لا قيمة لها والموتى مجرد رقم الجونيشن هذا المقطع أخوان بكت يوصل للجهات المختصة شركة بالماجد المهتمة بهذا المواطنين ترجمة نانسي قنقر